هو صحيح يا دكتور في مرض مناعي تاني بيجي في المفاصل غير مرض الروماتويد؟ ايوة فيه والمرض ده اسمه ايه؟ تقصد تقول اسميهم ايه؟ يعني ايه يا دكتور؟ يعني في مجموعة مش صغيرة من امراض المفاصل المناعية غير الروماتويد زي مثلا التهاب المفاصل الصدفي ومرض بهجة ومرض الزئبة الحمراء ومرض المختلط وغيرهم والفيديو ده بقى احنا هنتكلم فيه عن احد هذه الامراض المهمة جدا وهو مرض التهاب المفاصل الصدفي انا دكتور حتم العيشي وستاذ الروماتويد من بجامعة القاهرة بجمهورية مصر العربية خليك معنا واحنا بنتعرف مع بعض على مرض التهاب المفاصل الصدفي ولو كنت بتتفرج على الفيديو ده على اليوتيوب ببعوك كمان فضلا ان بتشرفني وتشترك في قناتي على اليوتيوب عشان تشوف الفيديوهات الجديدة اللي بنعرضها عن الامراض الروماتويد المختلفة مرض التهاب المفاصل الصدفي هو مرض روماتيزمي مناعي بيحصل فيه ان جهاز المناعة بسبب خلل فيه بيشوف بعض المفاصل في الجسم على انها ميكروبات دخيلة على الجسم وبيبدأ يهاجمها وبالتالي تنتهي بهذه المفاصل اهم المفاصل المتأثرة بالمرض هنا هي مفاصل الايدين والقدمين وممكن الكوع والرقبة ومفاصل طرفية اخرى ووارد احيانا ان كان نادر شوية مفاصل العمود الفقري بالذات مفاصل اسفل الظهر اعراض الالتهاب بتكون الام وممكن تورم في المفاصل المصابة وصعوبة في استخدامها كلمة صدفي او التهاب صدفي مرتبطة في الطب بحدوث مرض مناعي مشهور اللي هو مرض صدفية الجلد وده بيصيب الجلد نفسه او فروة الراس او الدوافر دوافر ايدين والقدمين لكن هو في الحقيقة استلاح صدفي مرتبط ايضا باصابة المفاصل والاوتار بحدوث المرض اللي بنتكلم عليه هنا اللي هو اسمه التهاب المفاصل الصدفي ده غير انه وارد كمان يصيب اجهزة تانية في الجسم احيانا زي العين مثلا بس دي نسبيا نادرة الحدوث في مرضى بيجي لهم صدفية جلدية ودي اكتر حاجة شائعة لها علاقة بالصدفية المناعية وفي مرضى بيجي لهم صدفية جلدية وكمان التهاب المفاصل الصدفي اللي اتنين مع بعض ودول عددهم اقل شوية وفي مرضى بيجي لهم التهاب المفاصل الصدفي بس من غير ما يكون عندهم صدفية في الجلد ودول بيكونوا نسبيا اقل في العدد من النوعين الاولينيين التفرقة بين التهاب المفاصل الصدفي وبين مرض الروماتود المفصلي مثلا اللي هو اكتر مرض مناعي شائع ومشهور بالمفاصل بتكون بتفاصيل ووصف الاعراض وطريقة تأثير المرض في المفاصل سواء من خلال الكشف او من خلال اشعات المريض بيعملها ودي طبعا وظيفة الطبيب اللي بيشخص ويفرق وليس وظيفة المريض لكن المريض المفروض يعرف دايما من الطبيب لما بيشخصه هو شخصه على اساس ايه بالزبط علاج التهاب المفاصل الصدفي بيكون بالاضافة لتسقيف المريض عن المرض بيكون تعليمات وادوية مضادة للالتهاب وادوية مفبتة للمناعة من عائلة اسمها الادوية المضادة للروماتيزم المعدلة للمرض او بالانجليزي اختصارها اسمه ديماردز بعض هذه الادوية تتشابه مع ادوية مستخدمة في علاج امراض مناعية اخرى زي الروماتود برضو مثلا وبعضها ادوية خاصة بمرض انتهاب المفاصل الصدفي بالذات